أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيل هاجاري صباح اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي في أول تعليق له بعد الغارات المكثفة على لبنان أن بلاده ستضرب حزب الله بقوة لتقليص قوة الحزب وإبعاده عن الحدود زاعما أن حزب الله يخفي صواريخ داخل منازل المواطنين بما يعد ضوء أخضر لاستهداف المدنيين بحسب محللين هذا مؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي ينوي تطبيق ما يسميه في عقيدة العسكرية عقيدة الضاحية أي استهداف الحاضن المدنية لحزب الله بتدمير المنشآت المدنية والمنازل وأيضا استهداف السكان المدنيين كما يحدث في قطاع غزة تحت نفس المبررات هذا يعني مؤشر خطير إلى أن الساعات وربما الأيام المقبلة قد تحمل صور ومشاهد مفزعة تذكرنا بما يحدث في قطاع غزة من دمار هائل واستهداف للمدنيين على نطاق واسع وفور انتهاء هاجاري من المؤتمر الصحفي بدأ الاحتلال باختراق ترددات المحطات الإذاعية اللبنانية وبث رسائل تحذير للسكان لمغادرة جنوب لبنان بالإضافة لاتصالات عبر الهواتف الشخصية ومنها مكالمة تهديد لوزير الإعلام ضمن حرب نفسية يشنها الاحتلال على المدنيين بالتزامن مع الهجمات الجوية يعني هذا دائما يلجأ الجيش الإسرائيلي إلى الحرب النفسية في بداية الحرب أيضا على قطاع غزة والحروب الأخيرة على قطاع غزة يلجأ إلى هذه الخطوة وكل ذلك هدفه الضغط على المدنيين وعلى حاضنة حزب الله لإثارة حالة من الفوضى للضغط على حزب الله وإجبارها على الخضوع للإملاءات الإسرائيلية وخلال ساعات النهار وبعد استهداف مئة شهيد خرج هاجاري بمؤتمر صحفي جديد يطالب المدنيين بإخلاء منازلهم ويردد ذات الأكاذيب التي تبناها قبل كل استهداف للمدنيين في قطاع غزة من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا